اشتركوا في القناة لم يكن قيم مباركة تحكيم هي مرة بتندرج تحت درجة سهولة المباركة بتنعلق مباركة للسهلة بنقول سهلة ليه مفيش اختبارات تحكمية داخل الصندوق هنا أو هنا مرة اللاعبين طبعا بيساعدوا الحكم على قدارتها مفيش اعتراضات اللاعبين كلها بتتميز بانها بتحترم قرارات تحكمية ومع ذلك ان الهاردة كمان كان طاقم التحكم كانت نعلم النهاردة كان يعني انا عز اقول ان هو كان على قدر المسئولي نتكلم دايما في مقولها شهرة جدا للحكم عندما تشعر بجهد الحكم في المباراة تأكد تماما النهاردة ان هو حكم ناجح هتكلم الأول عن محمود ناجي تقريبا وبعدين نتكلم على الحكام المساعدين النهاردة محمود ناجي دي المباراة التانية كابتن ايمن كانت اخر مباراة كانت لي مباراة النادى الاهلي وبترشدت في كاس مصر تقريبا دور الاربعة وقدر مباراة بشكل جيد دي المباراة التانية هذا الموسم لمحمود ناجي كان معه خالد السيد مساعد رقم واحد. وكان عام معه قريم السوداني مساعد رقم اثنين. ومحمد العتباني الحاكم الرابع. كان على تقنية الفيديو مصطفى الشهدي وحامده الكلاوي. هاروح بس لمحمود ناجي قبل ما نبدأ في الحالة كابتن سامير نتكلم على محمود ناجي في تقييمه كحاكم. نتكلم في تلت عناصر. اللي هو الياقة البدنية. قرأته لطرق اللعب. أيضا لتأدير الأخطاء. الثلاث حاجات دولة كابتن علاء. منشوف محمود ناجي النهاردة كان متواجد دايما في الحدث. كان قريب جدا جدا. كان عنده قراءة لطرق وأسريب لعب الفريق. الملعب مفتوح. وبالتالي كان متواجد. يعني عنده كمان تنوع في اسطوب الجاري. سواء التحامل العام أو التحامل السرعة أو السرعة الكسوة عند اللزوم. فكل حاجة ستلاقي موجود. محمود ناجي ستلاقيه موجود في اللعب. تأديره للكارات الفنية. تقريبا غالبية الكرارات خدها بشكل جيد. خاصة في حالة مميزة جدا جدا. كابتن علاءة كابتن شريف. اللي هي كانت على حدود مطقة الجزاء. اللي هي حسبها مبارة. والفار أكد على الكرار. بشكل عام النهاردة نحن نجي أدى مباراة بشكل كويس. نيجي بقى للحكمين المساعدين. لهم النهاردة أنا بديهم الامتياز. يعني العالم الكامل النهاردة. حالتين من حالات صعبة جدا جدا. لأي حاكم مساعد. مركز بتاع بيبقى موجود وكويس. ولكن خلينا أقول. دقة الحكم المساعد في التسلل. حالات من حالات الصعبة. هنشوف الحالات التحكمية النهاردة مع الحكام. بنقل بشكل عام النهاردة تقم التحكم بالكامل. بالكامل كان أداء نموزاجي نتيجة التعاون ما بين حكام السعادين حكام الفار مع حكم المباراة محمود ناجي. نشوف الحالة الأولى. عندنا نشوف هنا ها بس هرجع تاني سامير بعد إذنك. هو النهاردة هو تواجد في الحدث. تمام؟ محمود ناجي النهاردة هو تواجد في الحدث. هنمشي شوية سامير بعد إذنك. هنمشي. المفروض أنه هنا أأخر نفسي شوية أعلاق. إنهو دخل في محيط اللعب. هو ستوب. هو أنا النهاردة دايما بقول الحكم إيه؟ خلي دايما دايما اللعب كله اللعبه. محصور بينك وبين الحكم مساعد. صح. ما تبقاش أنت تدخل في اللعب. الرغم هو كان حريص جدا أنه يكون قريب. ولكن هو هنا لاحظ النهاردة دخل محمود النهاردة في محيط اللعب. وبالتالي هنا الكرة استطهن به. طبقا للقانون هنا بص رايح للمقصة. وطبقا للقانون هو عمل إيه؟ طبعا أخذ المقرار الصحي إنهو وقف اللعب وعمل إسقاط للاعب المقصة. دي الحالة اللي كانت موجودة الأولى معنا. وهنا عمل إسقاط طبعا للاعب ناديموس. حالة التانية. شوف أنا هارجع بس كده. قبل مروح للحالة دي. عاوز شوف بس يعني عاوز أشوف حاجة كابتن مهمة جدا. الحكم هو كان فيه؟ هو هنا. تمام؟ هنا حس زي ما قلت الحكم لو عندش حس تحكيمي بالمكان وبالحالة كابتن شريف كابتن أسامة. كان ممكن هنا يبتدي يتباطى ولكن هنا عمل إسبرينت. هو بص فتح الخطوة شوية. وتدي يقرب عشان يشوف المخالفة اللي هي موجودة هنا. هل فيه مخالفة ولا مفيش؟ نرجع تاني ونشوف. أنا جاي بالحالة حالة اللي هي تنوي في سلوب السرعة أو التحمل السرعة أو السرعة قصرة. هنا محمود ناجي هنا في الليقة بدنية. طبعا كانت حالة متميزة بنسباله. قريب جدا من الحدث داخل منطقة الهزاء. الحالة الثالثة. دايما 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 الحكم بيبقى عنده كراء. هو راح هو جاي. زي ما قلت عنده الانظر حاضر. خلاص هو شايف ان هنا الدخول تبقى للقانون الدخول بتهور من لاعب نادي المقصة. وبالتالي هنا هنا الحالة بتهور. ليه بتهور كابتن علاء. ده السؤال. ليه بتهور. طب ليه مش استخدامك هو زايد. ليه لو هشوف القدم. برافو عليك كابتن علاء. هنا الرجل على القرض. ما هليش. ما هليش. ما هليش. عارف كابتن علاء هنا لو الرجل اللي بسترزعيلي شوية سنة فوق. أحمر. طبعا. ولكن هنا تقديره كمان للخطأ ده محمود. ان ده حالة من حالات التهور. وبالتالي هنا البطاقة السفرة كانت حاضرة. وقراره كان قرار صحيح في هذه الحالة. ده كان أول انذار للاعب نادي المقصة. هنا الانذار مستحق للتهور. الحالة بعد كده. نشوف. هنا طبعا. زي ما قلت. هو الحكم دايما. لو بيبقى عنده ثقف نفسه. والأمور ماشي كويس قوي قوي. ما عندهش مشكلة. هو هنا فيه اعتراض هنا على القرار من حارس المرمى. هو شايف ان الاعتراض هنا اعتراض غير مكبول. وهو هنا حارس مرمى بيطالب بمخالفة في اللعبة اللي هي ركنية. وبالتالي هنا هو أشهر بطاقة السفرة للإعتراض. وليس ليه اي شيء. هو انحارس هنا بيطالب ان هنا فيه مخالفة لصالحه. وهو شاف هنا ان اللعبة يتواصل ويستمر للعب. لما الحارس اعترض بشكل غير لائق. تبقى للقانون بنقول هنا في بطاقة السفرة. هو هنا أشهر بطاقة السفرة تبقى للقانون. تمام. قرار صحيح من الحكم. بريم السوداني حالة من الحالات المتميزة لهذا الحكم اللي يمكن ما بلعبش كتير يا كابتان عادل. حكم مساعد ما بلعبش كتير. ولكن تعال نشوف في البداية بريم السوداني هنا نقف لحظة اللمس. تماما سمير. أنا عندي هنا تمركز مع آخر تاني مدافع. ولا أربعة. ودي بداية القرار الصحيح. قلنا القرار الصحيح. تركيز حكم مساعد. تمركز الحكم مساعد. الربط لحظة اللعب ولحظة الموقف. شوف هنا بريم السوداني أولا هنا التمركز فوق الامتياز. أنا عندي هنا اتنين لعبة في التسلل. خلي بالك هو لا يشير على التسلل إلا إذا كان هناك تداخل سواء من لعب الأولاني أو التاني. من يتداخل كابتان شريف؟ الأولاني. هو كان في موقف تسلل. وهنا كونه نوف موقف تسلل. أنا مش بعقبه إلا لما يتداخل في اللعب. وبتالي هنا تداخل في اللعب. كانت الرأي حاضرة في داية من إبراهيم السوداني وقرار صحيح باحتساب التسلل. أنا بحقيه بصلاحة يمكن حالة من الحالات التمايز دي الحكم المساعد رقم اتنين. الحالة اللي جاي. الحكم قريب جداً 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 جداً. شوف قد إيه بينه وبين الحالة قد إيه كانت ستة متر خمسة متر. قرار برضا قرار من القرارات الصعبة. اللي هي ممكن إيه؟ هل هي جوه؟ هل هي بره؟ وهنا بنقول دايماً لحكم الشاطر اللي هو اللي يلجأ للفار. بمعنى إيه؟ أنا النهاردة كحكم. لو أنا من النهاردة مش محاضر قراري وقريب. الزواء دي ممكن مش حتبين. لكن في زواء تاني حتبين المخالفة خارج منطقة الجزاء. بالتاني وقرار صحيح طبعاً من حكم مباراة وقرار صحيح أيضاً من حكم الفار اللي أكد وعمل كونفيرم على قرار الحكم في هذه الحالة. نرجع تاني ساميلي معلش ساميحني أنا بس عاوز أبرز دور مهم جداً هنا يا كابتن هاو. هنا هاو. برافو. هنا الكرة هي مشت. وهنا العرقالة خارج منطقة الجزاء. وبالتاني هنا محمود ناجي كان قريب جداً جداً. محاضر نفس القرار متوقع أن يكون فيه مخالفة وبالتالي خد القرار الصحيح في حالة من الحالات الصعبة. يمكن دي أصعب حالة جات له في المبرأة. تمام. الحالة اللي بعد كده. نقف تاني. هنا. لاحظة اللمس استمر بعد أذنك. نفس اللعبة. نفس اللعبة هي هي نفس اللعبة. ونفس اللاعب. مثل المرادة هي عند المساعدة رقم واحد اللي هو خالد حسين. نشوف كده نقف. لا بس. كمان نمشي يعني حتة فيلم صغير بس كابتان سامير. ساعة من اللعب يلمس. هو سابق هنا من الأول. وهنا خلي بالك. شو حاجة مهمة. ما أنا ممكن أكون في موقف تسلل ولأتدخل. هيجي لعب من تحت كابتان سامير. يكمل. أنا مش حازم. وهنا المساعدة تحت ضغط صعب. يعني جداً جداً. هل اللعب ده هو اللي راح؟ هل اللعب اللي هو في موقف سليم اللي راح؟ وبالتالي هنا رابط كويس أوي أوي بين لحظة اللمس وموقف التسلل. هنا الكل هنا قال هدف. ولكن هنا المساعد رقم واحد كان لي قرار تاني. أبي التسلل وكان قرار طبعاً رائع. أنا بشد بخالة حسين. هنا حتى الفار هنا سريعاً. حتى الفار النهاردة كابتان علاقة. ما خدش وقت. خلي بالك. الكل النهاردة. يعني الفار. حكام الميدان. حكام السعادين. نهاردة تميز لهم كلهم. الفار هنا ما خدش لقت. وقت في الحالة. يمكن دي كانت آخر حالة معنا. ونقول دايماً التحكيم لما يبقى كويس. يعني دايماً التحكيم يبقى كويس. كلنا بنبقى مبسوطين. وبنشيد. 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 ما عندنا مش مشكلة. وقبل كده أشاد نبيل بنا. محمد عادل. حكام محمد الحنفي. يعني. يعني احنا تمنى. تمنى دايماً التحكيم يبقى. وإحنا من هنا. نزعم التحكيم المصري. دايماً. وعنده الحكام كويس على فكرة. هذه المباراة. أعتقد النهاردة مرت. بدون أخطاء التحكمية. متكاملة طبعاً. بنقول عليها. ده نموذج المتكامل. ما بين حكام المساعدين والفار وحكم المباراة. يمكن أنا. عاوز أقول حاجة مهمة جداً. أنه نهاردة. بدل علامة كاملة. لتقم التحكيم. على الرغم. من سورة الموراة. ولكن نهاردة. نحن نجي. نهاردة أداء المباراة. مع الحكام السليم. بشكل جيد جايد. نتمنى. نتمنى. اللي جاي. موراة تبقى صعبة. عاوزين. المستوى ده كابتل عادل. يكون هو ده المستوى. وهو ده. اللي احنا ممكن في الفترة اللي جاية. نشوف التحكيم. إن شاء الله يكون عليه. نتمنى كفتل. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. شكراً جزيلاً. إن خبرنا التحكيم المتومة. إذا إيمان كابتل ناصر عبدالسي. شكراً كابتل. شكراً جزيلاً. شكراً. بنتمنى للناس بس على حالة كابتل محمد الشنوي. هي كادمة في الكتف. وآيمن أشرف كادمة في الدراع. والحمد لله حالتهم مطمئنة. حيتم عمل بعض الفحوصات بكرة والإشاعات للتمنان زيادة. ولكن حالتهم مطمئنة. الحمد لله رب العالمين. بنتهى الفقرة التحكمية عزام الشهدين بناصر لنهاية الستوديو التحليل للمبارات الأهلي والمقاصة في جولة رقم 27 للدوري المصري العام ممتاز لكرة القدم. والتي انتهى دفوز النادي الأهلي 1-0. ألف مبروك للنادي الأهلي. وبالتوفيق المبارات الخادمة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفون النهاردة كابتن شريفة بن نعم. ألف مبروك كابتن وألف شكر. شكراً كابتن وألف مبروك. كابتن السامو عرابي. شكراً كابتن شريفة. شكراً كابتن. شكراً كابتن. شكراً كابتن. شكراً كابتن. شكراً كابتن. شكراً كابتن. شكراً لكم أيضاً أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. وعلى أمل أن نتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر. لكم مني أطيب المنا. ورقة حياتي.